قالت السلطات الصينية اليوم في حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا إن عدد الوفيات جراء هذا الوباء قدر بـ 2236 حالة على الأقل وقد ارتفعت حصيلة الضحايا نتيزة تسجيل وفيات جديدة في مقاطعة هوبيا التي تعد بؤرة تفشي الوباء وأصيب بالفيروس حتى الآن حوالي 75 ألف شخص في الصين ومئات آخرين في أكثر من 25 دولة وفي آخر التطورات أعلن في اليابان عن وفاة شخصين أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما على ظهر السفينة التي أخضعتها السلطات اليابانية إلى الحجر السحي منذ أسبوعي